بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لأبي محمد عبدالواحد ابن علي المراكوشي شرحه واعتنى به الدكتور صلاح الدين الهواري الطبعة الأولى 2006 ترجمة المؤلف هو أبو محمد عبدالواحد ابن علي التميمي المراكوشي المالكي مؤرخ بحاثة ولد بمراكوش في ربيع الآخر سنة 581 هجرية 1185 ميلادية في أول أيام أبي يوسف يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي الموحدي المنصور صاحب بلاد المغرب ثم انتقل إلى مدينة فاس وهو ابن تسعة أعوام فقرأ فيها القرآن وجوده ورواه عن جماعة من الأفاضل المبرزين في علوم القرآن والحديث والنحو واللغة وحين تم للمراكوشي ما رغب فيه من تحصيل بفاس عاد إلى مراكوش وظل يتردد بعد ذلك بين المدينتين ينهل ما يتاح له من علوم ومعارف وفنون ثم رغب في السفر إلى الأندلس فعبر إليها في أوائل سنة 603 هجرية 1207 ميلادية وأذرك جماعة من علمائها وفضلائها لكنه لم يحصل منهم كما يقول إلا معرفة أسمائهم ومواليدهم ووفياتهم وعلومهم ومن الذين لقيهم المراكوشي وتوثقت صلاته بهم من أدباء عصره أبو بكر بن زهر وأذيب آخر هو أحد أنجال بن الطفيل الفيلسوف الأندلسي المشهور وعندما نزل إشبيلية قدمه صديق له يدعى محمد بن الفضل إلى واليها إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف أخي الخليفة الموحدي الناصر فحضي عنده وأصبح من أصحابه وجلاسه وعن رأفة هذا الأمير به وتقريبه إياه يقول المراكوشي كان لي رحمه الله محبا وبيحثيا وصلت إلي منه أموال وخلع جمة غير مرة وعن بدء علاقته به وما تلاها من محبة وتلازم يقول لم أعرف أيام وزارته وإنما كانت معرفتي إياه حين ولوه إشبيلية سنة ستمائة وخمسة هجرية ثم علت حالي عنده بعد ذلك إلى أن يقول لي في أكثر الأوقات والله إني لأشتاقك إذا غبت عني أشد الشوق وأصدقه ومن الذين أخلصوا له الودة من أهل القضاة أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران القاضي وفيه يقول وأبو عمران هذا صديق لي لم أر صديقا لم تغيره الولاية غيره ولم يزل يعاملني بما كان يعاملني به قبل ذلك لم ينقصني شيئا من بره ما لقيته قط في مركبه إلا سلم علي مبتدئا وجدد لي برا وطمحت نفس المرة كوشي إلى مصر فسافر إليها سنة ستمائة وثلاثة عشر هجرية الف مائتين وسبعة وعشرين ميلادية والتقى بعض علمائها ثم انتقل إلى مكة المكرمة فأدى فريضة الحج سنة ستمائة وعشرين هجرية الف مائتين واربعة وعشرين ميلادية ثم تجول بعد ذلك في بعض بلدان المشرق وكانت وفاته سنة ستمائة وسبعة واربعين هجرية الف مائتين وخمسين ميلادية آثاره لم يذكر الذين ترجموا لأبي محمد غير كتاب واحد هو المعجب في تلخيص أخبار المغرب الذي ألفه استجابة لطلب واحد من أعيان عصره وقد فرغ المراكوشي من تأليف هذا الكتاب سنة ستمائة وعشرين هجرية الف مائتين واربعة وعشرين ميلادية ونشره دوزي سنة الف مائتين واربعين هجرية الف ثمانمائة وسبعة واربعين ميلادية وأعاد طبعه سنة الف مائتين وثمانية وتسعين هجرية الف ثمانمائة وواحد وثمانين ميلادية وترجمه ظانيان إلى الفرنسية ثم نشر الترجمة في الجزائر سنة 1310 هجرية 1893 ميلادية مقدمة المؤلف الحمد لله مفن الأمم وباعث الرمم وواهب الحكم ذي البقاء والقدم الذي لا مطمع في إدراكه لثواقب الأذهان ونوافذ الهمم أحمده على ما علم وألهم وسوغ وأنعم وصلى الله على كاشف الظلم ورافع التهم وموضح الطريق الأمم المخصوص بجوامع الكلم المبتعث إلى جميع العرب والعجم وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرم وسلم عليه وعليهم وشرف وعظم وبعد أيها السيد الذي توالت علي نعمه وأخذ بضبعي من حضيدي الفقر والخمول اعتناؤه وكرمه وقضى إحسانه إلي ومحبته التي جبلت عليها بأن ألتزم من بره وطاعته ما أنا ملتزمه فإنك سألتني بوأك الله أعلى الرتب كما عمر بك أندية الأدب ومنحك من سعادتي الدنيا والآخرة أوفر القسم كما جمع لك فضيلتي التدبير والقلم وإملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشيء من ثير ملوكه وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا وهو سنة ستمائة وواحد وعشرين وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته أو لقيت من لقية أو رويت عنه بوجه ما من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل فلم أر بدا من إسعافك والمسارعة إلى ما فيه رضاك إذ هي الغاية التي أجري إليها والبغية التي أثابر أبدا عليها ولوجوب طاعتك علي من وجوه يكثر تعدادها فاستخرت الله عز وجل فيما نذبتني إليه واستعنته واعتمدت في كل ذلك عليه فهو الموئل والملجأ وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا مع أني أعتذر إلى مولانا فسح الله في مدته من تقصير إن وقع بثلاثة أوجه من الأعذار فأولها ضعف عبارة المملوك وغلبة العي على طباعه فمهما وقع في هذا الإبلاء من فتور لفظ أو إخلال بسرد فهو خليق بذلك والوجه الثاني أنه لم يصحبني من كتب هذا الشأن شيء أعتمد عليه وأجعله مستنذا كما جرت عادة المصنفين وأما دولة المصامدة خصوصا فلم يقع إلي لأحد فيها تأليف أصلا خلا أني سمعت أن بعض أصحابنا جمع أخبارها واعتنى بسيرها وهذا المجموع لا أعرفه إلا سماعا والوجه الثالث أن محفوظاتي في هذا الوقت على غاية الإختلال والتشتت أوجب ذلك هموم تزدحم على الخاطر وغموم تستغرق الفكرة فرغبة المملوك الأصغر إجراء مولانا إياه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح والتهادي لا زال مجده العالي يرفع الهمم ويعقد الذمم ويوصل النعم ويعمر ربوع الفضل والكرم فصل في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها فأول ما يقع الابتداء به ذكر جزيرة الأندلس وتحديدها والتعريف بمدنها ونبذ من أخبارها وسير ملوكها من لذن فتحها إلى وقتنا هذا وهو سنة ستمائة وواحد وعشرين إذ هي كانت معتمد المغرب الأقصى والمعتبرة منه والمنظور إليها فيه وهي كانت كرسي المملكة ومقر التدبير وأم قرى تلك البلاد لم يزل هذا معروفا من أمرها إلى أن تغلب عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني فصارت إذا كتبعا لمراكش من بلاد العدوة ثم تغلب عليها المصامدة بعده فاستمر الأمر على ذلك إلى وقتنا هذا فأقول وبالله التوفيق أما حدود جزيرة الأندلس فإن حدها الجنوبية منتهى الخليج الرومي الخارج من بحر مانتس وهو البحر الرومي مما يقابل طنجة في موضع يعرف بالزقاق ساعة البحر هناك إثنى عشر ميلا وهذا الخليج هو ملتقى البحرين أعني بحر مانتس وبحر أوقيانس وحدها الشمالي والمغربي البحر الأعظم وهو بحر أوقيانس المعروف عندنا ببحر الظلمة وحدها المشرقي الجبل الذي فيه هيكل الزهرة الواصل بين البحرين بحر الروم وهو مانتس والبحر الأعظم ومسافة ما بين البحرين في هذا الجبل قريب من ثلاث مراحل وهو الحد الأصغر من حدود الأندلس وحدها الأكبران الجنوبي والشمالي مسافة كل واحد منهما نحو من ثلاثين مرحلة وهذا الجبل الذي ذكرنا فيه هيكل الزهرة الذي هو الحد المشرقي من الأندلس هو الحاجز ما بين بلاد الأندلس وبين بلاد إفرانسا من الأرض الكبيرة أرض الروم التي هي بلاد إفرانجة العظمى والأندلس آخر المعمور في المغرب لأنها كما ذكرنا منتهية إلى بحر أقيانس الذي لا عبارة وراءه ومسافة ما بين طليطلة التي هي قريبة من وسط الأندلس ومدينة رومية قاعدة الأرض الكبيرة قريب من أربعين مرحلة ووسط الأندلس كما ذكرنا مدينة طليطلة العتيقة التي كانت قاعدة القوطة من قبائل الإفرانج ثم ملكها المسلمون زمان الفتح على ما سيأتي بيانه وعرضها تسع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة وطولها ثمان وعسنون درجة بالتقريب فصارت بذلك قريبا من وسط الإقليم الخامس وأقل بلاد الأندلس عرضا المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء على البحر الجنوبي منها وعرضها ست وثلاثون درجة وأكثر مدنها عرضا بعض المدائن التي على ساحلها الشمالي وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون درجة فتبين بما ذكرنا أن معظم الأندلس في الإقليم الخامس أميل إلى الشمال فلذلك اشتد بردها وطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم أهل ذلك الميل وبيضت ألوانهم وكانت أذهانهم إلى الغلظ ما هي فنبت عن كثير من الحكمة وطائفة من الأندلس في الإقليم الرابع كإشبيلية ومالقة وقرطبة وغرناطة والمرية ومرسية فهذه البلاد التي ذكرنا في الإقليم الرابع أعدل هواء وأطيب أرضا وأعذب مياها من البلاد التي في الإقليم الخامس وأهلها أحسن ألوانا وأجمل صورا وأفصح لغة من أولئك إذا كان للميول والصموت في اللغات تأثير بين لمن استقرأ ذلك وفهم علته وجملة مدن الأندلس التي هي أمهات قراها ومراكز أعمالها ومواضع مخاطبات أولي الأمر منها أولاها في الحد الشمالي مدينة شلب ثم مدينة إشبيلية ثم قرطبة ثم جيان ثم أغرناطة ثم ألمارية ثم مرسية ثم بلنسية ثم مالقة وهي على البحر الرومي فالذي على البحر الأعظم من هذه المدائن شلب وإشبيلية وبينهما قريب من خمس مراحل والذي على البحر الرومي المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء وهي من أعمال إشبيلية ثم مالقة وهي مستقلة ثم ألميرية ثم دانية هذه كلها على البحر الرومي ثم سائر ما ذكرنا من المدن ليست على ساحل ولما استقر أمر المسلمين بالأندلس في غرة المائة الثانية تخيروا مدينة قرطبة فجعلوها كرسي المملكة ومقر الإمارة فلم تزل على ذلك إلى أن انقرضت دولة بن أمية بالأندلس فتغلب على كل جهة من الجزيرة متغلب على ما سيأتي بيانه وهذه المدن التي ذكرت هي التي يملكها المسلمون اليوم وقد كانوا يملكون قبلها مدنا كثيرة لم أذكرها في هذا الموضع إلا أن ذكرها سيرد فيما يأتي من تفصيل أخبار الأندلس تعرف ذلك بقولي أعادها الله للمسلمين فهذه جملة من أخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأيد المسلمين ذكر فتح جزيرة الأندلس ولمع من تفصيل أخبارها وسير ملوكها ومن كان فيها من الفضلاء منها ومن غيرها ثم نعود إلى افتتاحها فنقول والله الموفق افتتح المسلمون جزيرة الأندلس في شهر رمضان سنة 92 من الهجرة وكان فتحها على يدي طارق وقيل ابن زياد وقيل ابن عمرو وكان واليا على طنجة مدينة من المدن المتصلة ببر القيروان في أقصى المغرب بينها وبين الأندلس الخليج المذكور المعروف بالزقاق وبالمجاز رتبه موسى بن نصير أمير القيروان وقيل إن مروان بن موسى بن نصير خلف طارقا هناك على العساكر وانصرف إلى أبيه لأمر عرض له فركب طارق البحر إلى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراء منتهزا لفرصة أمكنته وذلك أن الذي كان يملك ساحل الجزيرة الخضراء وأعمالها من الروم خطب إلى الملك الأعظم ابنته فأغضب ذلك الملك ونال منه وتوعده فلما بلغه ذلك جمع جموعا عظيمة وخرج يقصد بلد الملك فبلغ طارقا خلو تلك الجهة فهذه الفرصة التي انتهزها وقيل إن العنج كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذاكره وهو أن لذريق ملك الجزيرة لعنه الله كان له رسم يوجه إليه أعيان قواده وأمراء دولته ببناتهم فيربيهن عنده في قصوره ويؤدبهن بالآداب الملوكية حسب ما كانوا يرونه فإذا بلغت الجارية منهن وحسن أدبها زوجها في قصره لمن يرى أنه كفء أبيها فوجه إليه صاحب الجزيرة الخضراء وأعمالها بابنته على الرسم المذكور فكانت عنده إلى أن بلغت مبلغ النساء فرآها يوما فأعجبته فدعاها فأبت عليه وقالت لا والله حتى تحضر الملوك والقواد وأعيان البطارقة وتتزوجني هذا بعد مشورة أبي فغلبته نفسه واغتصبها على نفسها فكتبت إلى أبيها تعلمه بذلك فهذا كان السبب الذي بعثه على مكاتبة طارق والمسلمين فكان الفتح فالله أعلم أي ذلك كان فأول موضع نزله فيما يقال منها المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء اليوم نزلها قبيل الفجر فصلى بها الصبح بموضع منها وعقد الرايات لأصحابه فبني بعد ذلك هناك مسجد عرف بمسجد الرايات وهو باق إلى وقتنا هذا أسأل الله إبقاءه إلى أن تقوم الساعة ثم دخل طارق هذا الأندلس وأمعن فيها واستظهر على العدو بها وكتب إلى موسى بن نصير موليه بخبر الفتح وغلبته على ما غلب عليه من بلاد الأندلس وما حصل له من الغنائم فحسده موسى على الانفراد بذلك وكتب إلى الوليد بن عبد الملك ابن مروان يعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه وكتب إلى طارق يتوعده إذ دخلها بغير إذنه ويأمره أن لا يتجاوز مكانه الذي ينتهي إليه الكتاب فيه حتى يلحق به وخرج متوجها إلى الأندلس واستخلف على القيروان ابنه عبد الله وذلك في رجب من سنة 93 وخرج معه حبيب ابن أبي عبد الفهري ووجوه العربي والموالي وعرفاء البربر في عسكر ضخم ووصل من جهة المجازي إلى الأندلس وقد استولى طارق على قرطبة دار المملكة وقتل لذريق الملك لعنه الله بالأندلس فتلقاه طارق وترضاه ورام أن يستل ما في نفسه من الحسد له وقال له إنما أنا مولاك ومن قبلك وهذا الفتح لك وبسببك وحمل طارق إليه ما كان غنم من الأموال فلذلك نسب الفتح إلى موسى بن نصير لأن طارقا من قبله ولأنه أتم من الفتح ما كان بقي على موسى وأقام موسى بالأندلس مجاهدا وجامعا للأموال ومرتبا للأمور بقية سنة ثلاثة وتسعين وسنة أربعة وتسعين وأشهرا من سنة خمس وقبض على طارق ثم استخلف على الأندلس ابنه عبد العزيز ابن موسى وترك معه من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور وجهاد العدو ورجع إلى القيروان ثم صار منها بما حصل له من الغنائم وأعده من الهدايا إلى الوليد بن عبد الملك وكان مما وجده بمدينة طليطلة حين فتحها مائدة سليمان ابن داود عليهم السلام فيقال إنها توق ذهب وتوق فضه مكللة باللؤلؤ والياقوت ومعه فيما يقال طارق فمات الوليد وقد وصل موسى إلى طبرية في سنة ستة وتسعين فحمل ما كان معه إلى سليمان ابن عبد الملك ويقال إنه وصل وأدرك الوليد حيا فالله أعلم وأقام عبد العزيز ابن موسى ابن نصير أميرا على الأندلس إلى أن تار عليه من الجند جماعة فيهم حبيب ابن أبي عبد الفهري وزياد ابن النابغة التميمي فقتله بعضهم وخرجوا برأسه إلى سليمان ابن عبد الملك وذلك في صدري سنة تمانية وتسعين بعد أن أمروا على الأندلس أيوبا ابن أخت موسى ابن نصير ويقال إنهم كتبوا إلى سليمان بما أنكروا من أمره فأمرهم بما فعلوه والله أعلم ثم اختلف الأمر هنالك ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زمانا لا يجمعهم وال ثم ولي عليها السمح بن مالك الخولاني قبل المئة واجتمع عليه الناس ثم ولي عليهم الغمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله ثم وليها عنبسة ابن سحيم الكلبي وعزل الغمر بن عبد الرحمن ثم وليها عبد الرحمن ابن عبد الله العكي نحو من العشر ومئة وكان رجلا صالحا ثم وليها عبد الملك ابن قطن الفهري ثم عقبة بن الحجاج فهلك عقبة بن أندلس ورد عبد الملك ابن قطن ثم جاء ابن بلج ابن بشر فادعى ولايتها من قبل هشام ابن عبد الملك وشهد له بعض من كان معه ووقعت فتن من أجل ذلك وافترق أهل الأندلس فيها على أربعة أمراء حتى أرسل إليهم واليا أبو الخطار حسام ابن ذرار الكلبي فحسم مواد الفتن وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة وفي تقديم بعض هؤلاء الأمراء على بعض اختلاف إلا أن هؤلاء المذكورين كانوا أمراءها وولاة الحروب فيها أيام بني أمية قبل ذهاب دولتهم في المشرق ذكر من دخل الأندلس من التابعين وأنا ذاكر ها هنا من دخل الأندلس من التابعين للجهاد والرباط فمنهم محمد بن أوس بن ثابث الأنصاري يروي عن أبي هريرة ومنهم حنشو بن عبد الله الصنعاني يروي عن علي بن أبي طالب وفضالة بن عبيد ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومنهم يزيد بن قاصط وقيل ابن قصيط السكسكي المصري يروي عن عبد الله بن عمر بن العاص ومنهم موسى بن نصير الذي ينسب الفتح إليه يروي عن تميم الداري فصل في فضل المغرب وقد جاء في فضل المغرب غير حديث فمن ذلك ما حدثني الفقيه الإمام المتقن المتفنن أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل الشيباني سماعا عليه بمكة في شهر رمضان من سنة ستمائة وعشرين قال حدثني المؤيد بن عبد الله الطوصي قراءة عليه بني صابور قال حدثنا الإمام كمال الدين محمد بن أحمد بن صاعد القراوي قراءة عليه قال حدثنا ابن عبد الغافر الفارسي حدثنا محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشام بن بشر الواسطي عن داود أبي هند ابن أبي عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خد لهم حتى تقوم الساعة ومن فضل الأندلس أنه لم يذكر قط أحد على منابرها من السلف إلا بخير وما زالت الولاة بالأندلس تليها من قبل بني أمية أو من قبل من يقيمونه بالقيروان أو بمصر فلما ذطرب أمرهم في سنة مئة وستة وعشرين هجرية بقتل الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك اشتغلوا عن مراعاة أقاص البلاد ووقع الإضطراب بإفريقية والاختلاف بالأندلس أيضا بين القبائل ثم اتفقوا بالأندلس على تقديم قرشي يجمع الكلمة إلى أن تستقر الأمور بالشام لمن يخاطب ففعلوا وقدموا يوسف بن عبد الرحمن الفهري فسكنت به الأمور واتفقت عليه القلوب واتصلت إمارته إلى سنة مئة وثمانية وثلاثين بعد ذهاب دولة بني أمية بست سنين ذكر خبر دخول عبد الرحمن ابن معاوية الأندلس وفي هذه السنة دخل عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان الأندلس الملقب بالداخل فقامت معه اليمانية وحارب يوسف بن عبد الرحمن ابن أبي عبدة ابن عقبة بن نافع الفهري الوالي على الأندلس المذكور آنفا فهزمه واستولى عبد الرحمن على قرطبة دار الملك وكان دخوله إياها يوم الأضحى من السنة المذكورة فاتصلت ولايته إلى أن مات سنة مئة واثنان وسبعين وكان مولده بالشام سنة مئة وثلاثة عشر أمه أم ولد اسمها راح ويكنى أبا المطرف دخل الأندلس في ذي القعدة واستولى على قرطبة دار ملكها في التاريخ المذكور وذلك أنه هرب من الشام لما انتشر الدولة بن العباس فلم يزل مستترا ينتقل في بلاد المغرب حتى دخل الأندلس ودخل حين دخلها طريدا وحيدا لا أهل له ولا مال فلم يزل يصرف حياله ويسمو بهمته والقدر مع ذلك يوافقه إلى أن احتوى على ملكها وملك بعض بلاد العدوة وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكر عنده قال ذاك سقر قريش وكان عبد الرحمن ابن معاوية من أهل العلم وعلى سيرة جميلة من العدل ومن قضاته معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي وله أدب وشعر ومما أنشد وقاله يتشوق إلى معاهده بالشام قوله من الخفيث أيها الراكب الميمم أرضي أقر من بعض السلام لبعضي إن جسمي كما علمت بأرض وفؤادي ومالكيه بأرضي قضر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوفي غمضي قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي وله شعر كثير أبرع من هذا أورده المؤرخون في كتبهم وكانت مدة ولايته منذ السولى على قرطبة دار الملك إلى أن توفي إثنتين وثلاثين سنة ولاية الأمير هشام ابن عبد الرحمن ثم ولي بعد عبد الرحمن ابنه هشام يكنى أبا الوليد وسنه حينئذ خمس وثلاثون سنة واتصلت ولايته سبعة أعوام إلى أن مات في سفر سنة مئة وثمانون وكان حسن السيرة متحريا للعدل يعود المرضى ويشهد الجنائز ويتصدق بالصدقات الكثيرة وربما كان يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطر ومعه صرر الدراهم يتحرى بها المساتير وذوي البيوتات من الضعفاء لم يزل هذا مشهورا من أمره إلى أن مات في التاريخ المذكور أمه أم ولد اسمها حوراء ولاية الحكم ابن هشام الملقب بالربضي ثم ولي بعده ابنه الحكم وله اتناثان وعشرون سنة يكنى أب العاص أمه أم ولد اسمها زخرف وكان طاغيا مسرفا وله آثار سوء قبيحة وهو الذي أوقع بأهل الربضي الوقعة المشهورة فقتلهم وهدم ديارهم ومساجدهم وكان الربض محلة متصلة بقصره فاتهمهم في بعض أمره ففعل بهم ذلك فسمي الحكم الربضي لذلك وفي أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل في الصوامع أعني صوامع المساجد وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيئا من التعريض به مثل أن يقولوا يا أيها المسرف المتمادي في طقيانه المسر على كبره المتهاون بأمر ربه أفق من سكرتك وتنبه من غفلتك ومانح هذا النحو فكان هذا من جملة ما هاجه وقل لها تعطيك قارورة الغالية فأبطأ الغلام وتلكأ فأعاد ذلك عليه فقال يا مولاي هذا وقت الغالية فقال له ويلك يا ابن الفاعلة بما يعرف رأسي إذا قطع من رؤوس العامة إن لم يكن مضخما بالغالية ثم إنه ثم إنه ظهر بعد هذا عليهم وذلك أنهم كانوا يقاتلون القصر وعامة الحشم والجند يشغلونهم إلى أن ذهمتهم الخيل من ورائهم فانهزموا وقتلوا قتلا قبيحا وأمر بذيارهم ومساجدهم فهدمت وحرقت وأمر بنفي من بقي منهم عن البلاد فخرجوا حتى نزلوا جزيرة إقريطش من جزائر البحر الرومي المقابلة لبر برقة أول المغرب فلم يزالوا هنالك سنين إلى أن تفرقوا فرجع بعضهم إلى الأندلس واختار بعضهم سكن سقلية وانتقل بعضهم إلى الإسكندرية ومن أعجب ما حكى أبو مروان ابن حيان المؤرخ بما يتصل بخبر هذه الوقعة قال كان من أشد الناس على الحكم هذا تحريضا رجل من الفقهاء اسمه طالوت كان جليل القدر في الفقهاء رحل إلى المدينة وسمع من مالك ابن أنس وتفقها على أصحابه وكان قويا في دينه فلما أوقع الحكم بأهل الربض كما ذكرنا وأمر بتغريب من بقي منهم كان ممن أمر بتغريبه طالوت الفقه فعسر عليه الانتقال ومفارقة الوضن ورأى الاختفاء إلى أن تتغير الأحوال فاستخفى في دار رجل يهودي سنة كاملة واليهودي في كل ذلك يكرمه أبلغ الكرامة ويعظمه أشد التعظيم فلما مضت السنة طال على الفقيه الاختفاء فاستدعى اليهودي وشكره على إحسانه إليه وقال له قد عزمت غدا على الخروج وقصد ذار فلان الكاتب لأنه قرأ علي ولي عليه حق التعليم وقد بلغني أن له جاها عند هذا الرجل فعسى هو يشفع لي عنده فيؤمنني ويدعني في بلدي فقال له اليهودي يا مولاي لا تفعل فما آمنهم عليك وجعل يحلف له بكل يمين يعتقده أنه لو أقام عنده بقية عمره ما أمله ذلك ولا ثقل عليه فأبى إلا الخروج فخلى بينه وبين ذلك فخرج حتى أتى دار ذلك الكاتب بغلس فاستأذن عليه فأذن له فلما دخل عليه رحب به وأدنى مجلسه وسأله أين كان في هذه المدة فقص عليه قصته مع اليهودي ثم قال له اشفع لي عند هذا الرجل حتى يؤمنني في نفسي ويمن علي بتركي في بلدي فوعده بذلك وركب من فوره ودخل على الحكم فقال له كل ما سمع من طالوت ووشي به إليه فأحذره الحكم إليه فعنفه ووبخه فقال له طالوت كيف يحل لي أن أخرج عليك وقد سمعت مالك بن أنس يقول سلطان جائر مدة خير من فتنة ساعة قال الحكم الله تعالى لقد سمعت هذا من مالك قال طالوت اللهم إني قد سمعته قال فانصارف إلى منزلك وأنت آمن ثم سأله أين استتر فقال عند يهودي مدة عام ثم إني قصدت هذا الوزير فغضر بي فغضب الحكم على أب البسام وعذله عن وزارته وكتب عهدا ألا يخدمه أبدا فرؤي أب البسام الكاتب بعد ذلك في فاقة وذل فقيل استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت رحمه الله ولاية الحكم المستنصر وهذا مطلع ترجمة الحكم المستنصر نقلا عن بغية الملتمس لابن عميرة الضبي ثم ولي بعده ابنه الحكم ابن عبد الرحمن ويلقب بالمستنصر بالله وله إذ ولي سبع وأربعون سنة يكنى أب العاص أمه أم ولد اسمها مرجان وكان حسن السيرة جامعا للعلوم محبا لها مكرما لأهلها وجمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هناك وذلك بإرساله عنها في الأقطار واشترائه لها بأغلى الأثمان ونفق ذلك عليه فحمل إليه وكان قد رام قطع الخمر من الأندلس وشاور في استئصال شجرة العنب من جميع أعماله فقيل له إنهم يعملونها من التين وغيره فتوقف عن ذلك هذه القصيدة لأبي عمر يوسف ابن هارون الرمادي الكندي وقد نظمها عندما أمر الحكم فقال وقد مضى ليل وثاني ولم يسمعه غنى ليت شعري أجار المؤنس ليلا غناء لخير قطع ذلك أمل شري فقالوا إنه في سجن عيسى أتوه به بليل وهو يسري فنادى بالطويلة وهي مما يكون برأسه لجليل أمري ويمم جاره عيسى بن موسى فلاقاه بإكرام وبر وقال أحاجة عارضت فإني لقاضيها ومتبعها بشكري فقال سجنت لي جارا يسمى بعمر وقال يطلق كل عمري وبسجني حيث وافقه إثم جاري الفقيه ولو سجنتموه بوتري فأطلقهم له عيسى جميعا لجار لا يبيت بغير سكري فإن أحببت قل لجوار جاري وإن أحببت قل لطلاب أجري فإن أبا حنيفة لم يأب من تطلبه تخلصه بوزري وتلخيص هذه الحكاية التي نظامها أبو عمر في شعره أن أبا حنيفة رحمه الله كان يجاوره رجل كيال فكان كل ليلة يأخذ سمكة ورغيفا وشيئا من النبيذ فإذا صلى العشاء الآخرة أكل ثم شرب حتى إذا انتشى رفع عقيرته واندفع ينشد هذا البيت أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري فلا يزال يعيده حتى يغلبه النوم وكان أبو حنيفة على ما اشتهر عنه يحيي الليل كله صلاة فلما كان في بعض الليالي فقد صوت ذلك الرجل فقال لبعض من عنده ما فعل جارنا هذا الذي كان يغني كل ليلة أهو مريض أم غائب فقالوا له إنه مسجون فقال ومن سجنه فقالوا خرج في الليل لبعض حاجته فلقيه أصحاب عيسى بن موسى صاحب الشرطة فأتوا به فأمر بسجنه فلما أصبح أبو حنيفة لبس ثيابه وركب ذابته وقصد عيسى بن موسى في بيته فلما أعلم عيسى بمكان أبي حنيفة خرج يتلقاه مسرعا وبلغ في تكريمه وبره وسأله عن حاجته فقال لي في سجنك جار اسمه عمرو فقال عيسى يطلق كل من كان اسمه عمرو بسجن من أجل جار الفقيه فأطلقه وخلقا كثيرا معه فأتى الرجل أبا حنيفة يتشكر له فلما وقعت عينه عليه قال له أضعناك قال الرجل لا والله بل حفظت الجوار حفظك الله والبيت الذي نظمه أبو عمر وكان يغني به الرجل جار أبو حنيفة هو للعرجي رجل من ولد عثمان بن عفان سجنه المغيرة خال هشام بن عبد الملك وعامله على مكة فلم يزل بسجنه إلى أن مات وخرجت جنازته من السجن ولأبي عمر هذا شعر كثير الجيد وهو من الطبقة الثالثة من طبقات شعراء الأندلس فمما على حفظي له أول قصيدة يمدح بها أبا علي القالي المتقدم الذكر وهي من الكامل من حاكم بيني وبين عذولي الشجو شجوي والعويل عويلي أقسر فما دين الهوى كفر ولا أعتد لومك لي من التنزيل عجبا لقوم لم تكن أذهانهم لهوا ولا أجسادهم لنحولي دقت معاني الحب عن أفهامهم فتأولوه أقبح التأويل في أي جارحة أصون معذبي سلمت من التعذيب والتنكيل إن قلت في عيني فثم مدامعي أو قلت في قلبي فثم غليلي لكن جعلت له المسامع موضعا وحجبتها عن عذل كل عدولي هذا ما بقي في حفظي منها وكان أبو عمر هذا من مقدمي شعراء الحكم المستنصر وكان مخصصا بأبي الحسن المصحفي منضويا إليه وهو الذي حمله على هجو محمد بن أبي عامر فلما أفضى الأمر إلى محمد قبض على المصحفي واستصفى أمواله ووضعه في المطبق فلم يزل به حتى مات جوعا وهزالا وأما ما كان من أبي عمر الشاعر فإنه أوسعه عقوبة ونكالا وأمر بتغريبه فشفع له عنده في أن يتركه ببلده فأذن في ذلك غير أنه خرج الأمر من جهته أن لا يكلمه أحد من العامة ولا من الخاصة أمر مناديه أن ينادي بذلك في جميع جهات قرطبة فأقام أبو عمر هذا كالميت إلى أن مات موتة الوفاة في آخر أيام أبي عامر وكان الحكم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومن خالفه من المحاربين فاتصلت ولايته إلى أن مات في سفر سنة 366 فكانت مدة ولايته منذ بويع له إلى أن مات ست عشرة سنة وأشهر وانقرض عقبه بعد موت ابنه هشام المؤيد لم يعش له ولد غيره ولاية هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر وتغلب المنصور ابن أبي عامر ثم ولي بعده ابنه هشام ابن الحكم يقنى أبا الوليد أمه أم ولد اسمها صبح وسنه إذ ولي عشرة أعوام وأشهر فلم يزل متغيبا لا يظهر ولا ينفذ له أمر وكان الذي تغلب على أمره أولا وتولى حجابته وتنفيذ أموره وتدبير مملكته أبو عامر محمد ابن عبد الله ابن أبي عامر محمد ابن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك ابن عامر المعافري القحطاني وكان أصل ابن أبي عامر هذا من المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء من قرية من أعمالها تسمى طرش على نهر يسمى واذي أروة إلا أنه كان شريف البيت قديم التعي ولد شابا إلى قرطبة فطلب العلم والأدب وسمع الحديث وتميز في ذلك وكانت له همة يحدث بها نفسه بإذراك معالي الأمور وتزيد في ذلك حتى كان يحدث من يختص به بما يقع له من ذلك وله في ذلك أخبار عجيبة قد أورد منها الشيخ الفقيه المحدث الضابط المتقن أبو عبد الله محمد ابن أبي نصر الحميدي طرفا في كتابه المترجم بالأمان الصادقة فمن جملتها قال الحميدي حدثني أبو محمد علي بن أحمد بن حزم قال أخبارني أبو عبد الله محمد ابن إسحاق التميمي قال كان محمد ابن أبي عامر نازلا عندي في حجرة فوق بيتي فدخلت عليه في بعض الليالي في آخر الليل فوجدته قاعدا على الحال التي تركته عليها أول الليل حين فصلت عنه فقلت له ما أراك نمت الليلة قال لا قلت فما أصهرك قال فكرة عجيبة قلت في ماذا كنت تفكر قال فكرت إذا أفضى إلي الأمر ومات محمد ابن بشير القاضي بمن أستبدله ومن الذي يقوم مقامه فجلت الأندلس كلها بخاطري فلم أجد إلا رجلا واحدا قلت لعله محمد ابن السليم قال هو والله هو لشد ما اتفق خاطري وخاطرك قال الحميدي وأخبرني الفقيه أبو محمد علي بن أحمد قال كان ابن أبي عامر يوما جالسا مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العلم فقال لهم ليختر كل واحد منكم خطة أوليه إياها إذا أفضى إلي الأمر فقال أحدهم توليني قضاء كوزرية وهي مالقة وأعمالها فإنه يعجبني هذا التين الذي يجيء منها وقال الآخر توليني حسبة السوق فإني أحب هذا الإسفنج وقال الثالث إذا أفضى إليك الأمر فأمر أن يطاف بي قرطبة كلها على حمار ووجهي إلى الذنب وأنا مطلي بالعسل ليجتمع علي الذباب والنحل وافترقوا على هذا فلما أفضى الأمر إليه كما تمنى بلغ كل واحد منهم أمنيته على نحو ما طلب وكان قوي النفس وساعدته المقادير وأمدته المرأة بالأموال فاستمال العساكر إليه وجرت أحوال علت قدمه فيها حتى صار صاحب التدبير والمتغلب على الأمور وحجب هشاما المؤيد وتلقب هو بالمنصور فأقام الهيبة فدانت له أقطار الأندلس كلها وأمنت به ولم يضطرب عليه شيء منها أيام حياته لعظم هيبته وفرط سياسته واستوزر جماعة منهم الوزير أبو الحسن جعفر ابن عثمان الملقب بالمصحفي ومنهم الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك ابن إدريس الجزيري ومنهم الوزير أبو بكر محمد ابن الحسن الزبيدي الذي اختصر كتاب العين وقد تقدم ذكره وكان قد ولاه شرطته وكان الزبيدي هذا من بطانة الحكم المستنصري ووجوه أصحابه واستوزر أبو العلاء صاعد ابن حسن الربعي اللغوي البغدادي وله معه أخبار مستطرفة ولعلي سأورد طرفا منها فيما بعد إن شاء الله تعالى وكان محبا للعلوم مؤثرا للأدب مفرطا في إكرام من ينسب إلى شيء من ذلك ويفد عليه متوسلا به بحسب حظه منه وطلبه له ومشاركته فيه ورد عليه الأندلس في أيام إمارته أبو العلاء صاعد ابن الحسن الربعي المذكور آنفا فعظمت منزلته عنده ونال منه أموالا جمة وكان وروده عليه سنة ثلاثمائة وثمانين أظن أصله من بلاد الموصل دخل بغداد فقرأ بها وكان عالما باللغة والآداب والأخبار سريع الجواب حسن الشعر طيب المعاشرة فكه المجالسة ممتعا فأكرمه المنصور وأفرط في الإحسان إليه والإفضال عليه وكان مع ذلك محسنا لضريف السؤال حاذقا في استخراج الأموال طبا بلطائف الشكر أخبرني بعض مشايخ الأندلس بإسناد له أن أبو العلاء دخل على المنصور أبي عامر يوما في مجلس أنسه وقد كان تقدم له أنه اتخذ قميسا من رقاع الخرائط التي كانت تصل إليه فيها الأموال منه فلبسه تحت ثيابه فلما خل المجلس ووجد فرصة لما أراد تجرد وبقي في القميس المتخذ من الخرائط فقال له ما هذا يا أبو العلاء فقال هذه الخرائط التي وصلت إلي فيها صلاة مولانا أتخذها شعارا وبكى وأتبع ذلك من الشكر فصلا كان رواه فأعجب ذلك المنصور وقال له لك عندي مزيد وكان كما قال وألف له أبو العلاء هذا كتبا فمنها كتاب سماه كتاب الفصوص على نحو كتاب النوادر لأبي علي القالي واتفق لهذا الكتاب من عجائب الاتفاق أن أبو العلاء دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر النهر نهر قرطبة فخانت الغلام رجله فسقط في النهر هو والكتاب فقال في ذلك بعض الشعراء وهو أبو عبد الله محمد ابن يحيى المعروف ابن العريف بيتا مطبوعا بحضرة المنصور وهو من السريع قد غاص في البحر كتاب الفصوص وهذا كل ثقيل يغوص فضحك المنصور والحاضرون فلم يرع ذلك صاعدا ولا هالة وقال مرتجلا مجيبا لابن العريف عاد إلى معدنه إنما توجد في قعر البحار الفصوص وكتاب آخر على نحو كتاب الخزرجي أبي السري سهل بن أبي غالب سماه كتاب كتاب الهجفجف ابن غيذقان ابن يثربي مع الخنوت بنت مخرمة ابن أنيف وكتاب آخر في معناه سماه كتاب الجواس ابن قعطل المضحجي مع ابنة عمه عفراء وهو كتاب مليح جدا إن خرم أيام الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم توجد بعد وكان المنصور كثير الشغف بهذا الكتاب أعني الجواس حتى رتب له من يخرجه أمامه كل ليلة ويقال إن أبا العلاء لم يحضر بعد موت المنصور مجلس أنس لأحد ممن ولي الأمور بعده من ولده وادعى وجعا لاحقه في ساقه لم يزل يتوكأ منه على عصى ويعتذر به في التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت ذولتهم وفي ذلك يقول في قصيدته المشهورة في المضفر أبي مروان عبد الملك ابن المنصور أبي عامر محمد ابن أبي عامر وهو الذي ولي بعد أبيه وأولها إليك حدوت ناجية الركاب محملة أمانية كالهضاب وبعت ملوك أهل الشرق طرا بواحدها وسيدها اللباب وفيها يقول إلى الله الشكية من شكات رمت ساقي فجل بها مصاب وأقصتني علي الملك المرجى وكنت أرم حالي باقترابي ومما استحسن له قوله حسبت المنعمين على البرايا فألفيت اسمه صدر الحساب وما قدمته إلا كأني أقدم تاليا أم الكتاب قال أبو عبد الله الحميدي أخبرني أبو محمد علي بن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم أنه سمع أبو العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدي المضفر في عيد الفتر سنة 396 قال أبو محمد وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المدفر ولما رآني أبو العلاء أستحسنها وأصغي إليها كتبها لي بخطه وأنفذها إلي انتهى كلام الحميدي وكان أبو العلاء كثيرا ما تستغرب له الألفاظ ويسأل عنها فيجيب بأسرع جواب على نحو ما يحكى عن أبي عمر الزاهد المطرز غلام ثعلب ولولا أن أبو العلاء كان كثيرا المزحي لحمل على التصديق في كل ما يأتي به من ذلك وقد ظهر صدقه في بعض ما قال فمما يحكى عنه من هذا المعنى أنه دخل على المنصور يوما وفي يد المنصور كتاب ورد عليه من عامل له في بعض البلاد اسمه ميدمان ابن يزيد يذكر فيه القلب والتزبيل وهذه عندهم أثماء لمعاناة الأرض قبل الزرع فقال له أبو العلاء قال لبيك مولانا قال هل رأيت فيما وقع إليك من الكتب كتاب القوالب والزوابل لميدمان ابن يزيد قال أيوالله يا مولانا رأيته ببغداد في نسخة لأبي بكر بن دريد بخط كأكرع النمل في جوانبها علامات الوضاع هكذا هكذا فقال له أما تستحي أبو العلاء هذا كتاب عاملي ببلد كذا وكذا وإسمه كذا يذكر فيه كذا الذي تقدم ذكره وإنما صنعت لك هذه الترجمة مولدة من هذه الألفاظ التي في هذا الكتاب ونسبته إلى عاملي لأختبرك فجعل يحلف له أنه ما كذب وأنه أمر وافق وقال له المنصور مرة أخرى وقد قدم طبق فيه تمر يا أبو العلاء ما التمركل في كلام العرب قال يقال تمركل الرجل تمركلا إذا التف في كسائه وله من هذا كثير ولكنه مع هذا كان عالما قال أبو عبد الله الحميدي حدثني أبو محمد علي بن أحمد قال حدثني الوزير أبو عبد حسان ابن مالك ابن أبي عبده عن أبي عبد الله العاصمي النحوي قال لما قدم صاعد ابن الحسن اللغوي على المنصور أبي عامر محمد ابن أبي عامر جمعنا معه فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فيها فلما رآه ابن أبي عامر كذلك قال دعوه هو من طبقتي في النحو أنا أناظره قال ثم سألنا صاعد فقال ما معنى قول امرأ القيس كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي فقلنا هذا واضح وإنما وصف فرسا أشهب عقرت عليه الوحش فتطاير دمها على صدره فجاء هكذا فقال صاعد سبحان الله أنسيتم قوله قبل هذا كميت يزل لبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل قال فبهتنا كأن لم نقرأ هذا البيت قط وادطررنا إلى سؤاله عنه فقال إنما عنى أحد وجهين إما أنه تغشى صدره بالعرق وعرق الخيل أبيض فجاء مع الدم كالشيب وإما شيء كانت العرب تصنعه وهو أنها كانت تسم باللبن الحار في صدور الخيل فيتمعط ذلك الشعر وينبت مكانه شعر أبيض فأي ما عنى من أحد هذين الوجهين فالوصف مستقيم قال أبو عبد الله وحدثنا أبو محمد علي بن أحمد قال حدثني أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الفقيه أن أبو العلاء صاعدا سأل جماعة من أهل الأدب في مجلس المنصور بن أبي عامر عن قول الشماخ بن ذرار دار الفتاة التي كنا نقول لها يا ضبية عطلا حسانة الجيد تدني الحمامة منها وهي لاهية من يانع المرد قنوان العناقيد فقالوا هي الحمامة تنزل على غصن الأراكة أو الكرمة فتنفضه فتتمكن الضبية منه فترعاه فأنقر ذلك عليهم صاعد وقال إن الحمامة في هذا البيت هي المرآة وهي إسم من أسمائها فأراد أن هذه الجارية المشبهة بالضبية إذا نظرت في المرآة أدنت المرآة منها في المنظر شعرها الذي هو كقنوان العناقيد من يانع الكرم أو المرد فرأته ومن عجائب الدنيا التي لا يكاد يتفق مثلها أن صاعد بن الحسن اللغوي هذا أهدى إلى المنصور أبي عامر أيلا وكتب معه هذه الأبيات يا حرز كل مخوف وأمان كل مشرد ومعز كل مدلل جدواك إن تخصص به فلأهله وتعم بالإحسان كل مؤملي كالغيث ثبق فاستوا في وبله شعوة البلاد مع المراد المقبل الله عونك ما أبرك بالهدى وأشد وقعك بالضلال المشعلي ما إن رأت عيني وعلمك شاهد شروى علائك في معم مخولي أندى بمقربة كسرحان الغضاء ركدا وأوغل في موثار القصطلي مولاي مؤنس غربتي متخطفي من ضفر أيامي ممنع معقلي عبد نشلت بضبعه وغرسته في نعمة أهدى إليك بأي يلي سميته غرسية وبعثه في جبله ليتاح فيه تفاؤلي فلئن قبلت فتلك أسنى نعمة أسدى بها ذو منحة وتطولي صاحبتك غادية السرور وجللت أرجاء ربعك بالسحاب المخضل فقضى الله في سابق علمه أن غرسية ابن الشانجة من ملوك الروم وكان أمنع من النجم أسر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل وسماه غرسية متفائلا بأسره وهكذا فليكن الجد للصاحب والمصحوب وكان أسر غرسية هذا في ربيع الآخر سنة ثلاثمائة وخمسة وثمانون خرج أبو العلاء صاعد هذا من الأندلس أيام الفتن وقصد سقلية فمات بها في قريب من سنة أربعمائة وعشرة فيما بلغني عن سن عالية ولم يزل المنصور أبو عامر محمد ابن أبي عامر طول أيام مملكته مواصلا لغزو الروم مفرطا في ذلك لا يشغله عنه شيء وكان له مجلس في كل أسبوع يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيما بقرطبة وبلغ من إفراطه حبه للغزو أنه ربما خرج للمصلى يوم العيد فحدثت له نية في ذلك فلم يرجع إلى قصره بل يخرج بعد انصرافه من المصلى كما هو من فوره إلى الجهاد فتتبعه عساكره وتلحق به أولا فأولا فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراده من العسكر غزى في أيام مملكته نيفا وخمسين غزوة ذكره أبو مروان ابن حيان كلها في كتابه الذي سماه بالمآثر العامرية واستقصاها كلها بأوقاتها وذكر آثاره فيها وفتح فتوحا كثيرة ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت على من كان قبله وملأ الأندلس غنائما وسبيا من بنات الروم وأولادهم ونسائهم وفي أيامه تغال الناس بالأندلس فيما يجهزون به بناتهم من الثياب والحلي والدور وذلك لرخص أثمان بنات الروم فكان الناس يراغبون في بناتهم بما يجهزونهن به مما ذكرنا ولولا ذلك لم يتزوج أحد الحرة بلغني أنه نودي على ابنة عظيم من عظماء الروم بقرطبة وكانت ذات جمال رائع فلم تساوي أكثر من عشرين دينارا عامرية وكان في أكثر زمانه لا يخل بأن يغزو غزوتين في السنة وكان كل من صرف من قتال العدو إلى سورادقه يأمر بأن ينفذ غبار ثيابه التي حضر فيها معمعة القتال وأن يجمع ويتحفظ به فلما حضرته المنية أمر بمجتمع من ذلك أن ينثر على كفنه إذا وضع في قبره وكانت وفاته بأقصى فغور المسلمين بموضع يعرف بمدينة سالم مبطونا فصحت له الشهادة وتاريخ وفاته سنة 393 فكانت مدة إمارته نحو من سبع وعشرين عاما وكان معافريا نسب وأمه تميمية اسمها فريها بنت يحيى بن زكريا التميمي كان يعرف ابن أبي برطل ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد ابن محمد ابن دراج الشاعر المعروف بالقصطلي من قصيدة له تلاقت عليه من تميم ويعربي شموس تلألأ في العلا وبدور من الحميريين الذين أكفهم ساحائب تهمي بالنذا وبحور وأبو عمر هذا من فحول شعراء الأندلس والمجيدين منهم ذكره أبو منصور الثعالبي في كتابه اليتيمة وقال فيه القصطلي عندهم كأبي الطيب بسقع الشام هذا قول أبي منصور أو معناه وكنت أنا في أيام شبيبتي مولعا بشعره كثير الدراسة له فلم يبقى اليوم على خاطري منه شيء أصلا خلا بيتينهما مما ارتجل في بعض مجالسه وهما أجد الكلام إذا نطقت فإنما عقل الفتى في لفظه المسموع كالمرء يختبر الإناء بصوته فيرى الصحيح به من المصدوع